في البداية هتكلم طبعاً عن النادي الأهلي وعن السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي اللي تحدد خلاص يوم 22 من الشهر الحالي خلاص يعني احنا بنتكلم بعد أيام أو بعد بطولة كأس العرب مباشرة اللي هتنتهي يوم 18 بعدها بأربع أيام هيكون موجود مباراة السوبر الأفريقي اللي بتجمع بين النادي الأهلي والرجاء المغربي في البداية هنتكلم عن الرجاء المغربي الرجال المغربي فرقة محترمة فرقة بتعرف تاخد بطولات فالنهاردة هتكون منافسة قوية شايفين تطور كبير جدا في الكرة المغربية الرجال المغربي هو بطل الكنفدرالية كمان فرقة عندها خبرات كبيرة من اللعيبة آه فيه لعيبة كتير رحلت عن الرجال المغربي وعناصر مهمة لكن عملت صفقات مهمة وهتكون إضافة كبيرة علشان كده بأكد من هنا أن مباراة الصبر الأفريقي هتكون مباراة كبيرة مباراة فيها ندية كمان خلاص ملعب المباراة يعني كان متحدد استاد في الدوحة المباراة هتتنقل لستاد تاني نظرا للإقبال الجماهيري الكبير اللي هيكون متواجد من الجالية المصرية وأيضا من الجالية المغربية نروح للنادي الأهلي بقى النادي الأهلي عنده دوافع كبيرة جدا لهذه المباراة النادي الأهلي أكيد دي بطولة كبيرة بطولة كرية بيسعى النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني إن البطولة دي تدخل بطولات النادي الأهلي النادي الأهلي لعب الصبر الأفريقي قبل كده أو حصل على الصبر الأفريقي سبع مرات لكن برضو النادي الأهلي ليه هدف كبير جدا من وراء هذه البطولة النهاردة لقب مهم جدا غاب عن النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة هو لقب الأكثر تتويجا اللي دلوقتي بنشوف ريال مدريد هو في المركز الأول برصيد 26 بطولة ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 بطولة دي فرصة للنادي الأهلي في مباراة الصبر الأفريقي النادي الأهلي يوصل للرقم 24 ويقلص الفرق ما بينه وبالريال مدريد هو ده الفكر وده فكر اللعيبة وفكر الجهاز الفني وفكر المسؤولين ولجنة التخطيط وشغلة الكرة إن احنا نشتغل على هذا الفكر خلال الفترة القادمة نحنا نقلص الفرق ونوصل لرقم 24 ده هدف كبير من أهداف النادي الأهلي إن النادي الأهلي عايز يتطلع للعالمية في الوقت اللي أحد الزملاء بيقول إزاي النهاردة تأجلوا بطولة أفريقيا علشان فريق أو علشان لعيبة الفريق اللي حقيقة بتتكلم عنه ده بيمثل مصر بيمثل مصر في المحافل العالمية في المحافل الدولية ده اللي بيرفع عالم مصر زي ما شوفنا في كأس العالم لندية السابقة والمركز الثالث ومركز مشرف لكرة المصرية أيضا النادي الأهلي بيسعى إنه يصل للقب هيكون مهم جدا لكرة المصرية هو الأكثر تتويجا على العالم ده اللي بيسعى ليه النادي الأهلي كمان أهمية اللقب السبر الأفريقي اللي هيكون خطوة إن شاء الله للنادي الأهلي علشان نوصل لهذا اللقب الأكثر تتويجا كمان حتة التسويق حتة إزاي النادي الأهلي لما بياخد اللقب ده بيقدر يعمل عقد رعاية كبير جدا وشوفنا في السنوات السابقة زي ما شوفنا قبل كده لقب نادي القرن كمان يكون إن شاء الله لقب الأكثر تتويجا قريبا من النادي الأهلي لعيدة النادي الأهلي موجودة دلوقتي مع منتخب مصر في بطولة كأس العرم أكيد بطولة مهمة استعدادات قوية بنشوف أداء ومستويات رائعة وإن شاء الله النهار ده على بعد يعني وقت قليل على الساعة تسعة مصر تلاقي الجزائر هتكون مباراة كبيرة مباراة مهمة لكن دايما الأشقاء مصر والجزائر دايما بتجمعنا بيهم مباريات حلوة داخل الملعب ونظل في النهاية يعني أشقاء مصر والجزائر ده كل كلامنا عن مباراة الصبر الأفريقية لإن شاء الله هيكون النادي الأهلي خلاص بدأ الاستعداد لها منذ أيام لعبة اللي موجودة خارج منتخب مصر بدأ بيتس وموسيماني يبدأ يجاهز كل اللعبة علشان خلال الفترة القادمة ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للعب النادي الأهلي في هذه المباراة